اشتركوا في القناة لدينا محاضرة قوية ومميزة ورائعة جدا مساكن النحل قديما وحديثا بين الماضي والحاضر خلايا النحل أو مساكن النحل أعشاش النحل كما يطلق عليها قديما سنتطرق في هذه المحاضرة الرائعة والمميزة جدا حول مساكن النحل وأنواعها العلماء الذين قاموا بهذه الثورة النحلية التي نراها حاليا خلايا النحل هي الخلايا أو ذات الإطارات المتحركة ما نسمع حديثا لكن قديما كان لها مسميات أخرى وطرق أخرى في تكوينها وتأسيسها وتركيبتها سواء من الطين أو الخشب أو الخزف أو إلى ما ذلك مساكن النحل أنواعها أخطرها على الإنسان وعليك أيها النحل بالذات ما هي المحاذير التي يجب أن نتجنبها عند قيامنا بشراء خلايا النحل الحديثة محاضرة تحوي كل المعلومات التي نبحث عنها في خلايا النحل أو مساكن النحل خلايا النحل بأنواعها وأحجامها خلايا لم نسمعها من قبل موضوع مهم جدا للدكتور علي خالد البراقي من كندا تكون معنا لحظة عندي ملاحظات أخرى لدينا جزء آخر وهو نقاش موسع يحوي كم هائل من المعلومات التي ستزيد هذه النقطة ثراء ومعلومات إلى معلوماتكم انتظرونا غدا في الجزء الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة النحالون في مجموعة نحل الغربية في العراق الأخ الأستاذ فوزي مصلح العبيدي المحترم الإخوة الأعزاء الدكاترة والمهندسين والأساتذة والنحالين المحترفين والنحالين الهوات في هذه المجموعة تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأتحدث اليوم في موضوع نحالي مهم وهو بعنوان أنماط مساكن النحل قديما وحديثا وأفضلها للاستخدام الآمن للنحل والنحال ومستهلك العسل نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين بسم الله نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير ما نبدأ به كلامنا آيات من القرآن الحكيم من سورة النحل السورة السادسة عشرة ترتيبا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سورة النحل التي تذكر في هاتين الآيتين منها نعم الله سبحانه وتعالى والتي يعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى النحل وطبعا يستشهد بعض الناس أنه لم يوحي لغير النحل ولم يذكر إلا النحل هنا وفي الحقيقة أن الله أوحى لكل مخلوق خلقه بهذا الكود الوراثي أو الشفرة الوراثية المتحكمة في حياة كل كائم من الكائنات الحية وبالتالي الوحي إلى النحل هنا في ذكره في هذه السورة من القرآن الكريم ليؤكد لنا ويسمي هذه السورة أيضا باسم النحل ليؤكد لنا أهمية النحل التي يتعرف عليها الإنسان يوما في يوم عن عظمة تأثير النحل في البيئة في الأنظمة البيئية وفي غذاء الإنسان ليس فقط في منتجاته وإنما في عملية التأبير التي تنتج وتزيد وتحسن من إنتاج محاصيل هائلة جدا وبالتالي نحن بصدد مساكن النحل وبيوت النحل أن الله سبحانه وتعالى أوحى لهذا النحل أن يعيش في بيوت وهذه البيوت تكون في الشجر وفي الجبال وفي الأماكن التي يصنعها الإنسان أو الأدوات والخلايا التي سيعيش فيها النحل وطبعا هنا يكون مجال حديثنا إن شاء الله تعالى بتوسع وإن شاء الله سيكون نجمع وسيكون هذا ما نتحدثه وما يطرح من أسئلة إن شاء الله ستجمع في ملف واحد ويكون هناك فيديو أو يوتيوب في قناتنا إن شاء الله نقدمه في خدمة الإخوة النحالين جميعا تطلعون عليه في قناتنا قناة علوم نحل العسل ومنتجاته إن شاء الله تحياته السلام عليكم كما قلنا سيكون عنوان حديثنا اليوم أنماط مساكن النحل قديما وحديثا وأفضلها للاستخدام الآمن للنحل والنحال ومستهلك العسل معلوم أن النحل كان يعيش قبل عدة مئات من السنين أو لنقل قبل عدة آلاف من السنين في البراري في الجبال وعلى الأشجار دون أن يقترب منه الإنسان ليفكر في استئناسه أو تدجينه أو العمل به والتحكم بحياته وطبعا عندما بدأ يفكر الإنسان في هذا بدأ يتفكر في كيفية نقل النحل من مكانه الأساسي إن كان في جحر في فجوة في شجرة في الجبل معلقا على شجرة أو شيء من هذا ويضعه في وعاء كي يضعه قريبا من مسكنه ويكون آمنا عليه سننطلق من فكرة أساسية في علوم النحل وهي أن هناك تسعة إلى عشرة أنواع من النحل العاسل في العالم والتي يمكن أن تزود الإنسان بالعسل بكميات قليلة أو كميات وفيرة كثيرة باختلاف هذه الأنواع التسعة تقريبا والمصنفة والمدروسة والمعروفة منها وأهمها نحل العسل العالمي أبيس ميليفيرا ميليفيرا والذي منه أكثر من ثلاثين سلالة تنتشر في أنحاء العالم والذي يعتمد عليه لأنه يتقبل ما يمكن أن يقدمه الإنسان له من مسكن ويتناسب معه ويعمل فيه بشكل ممتاز ويجني ويستقر بشكل لا يتوافق مع أنواع النحل الأخرى مثل النحل القزم وبعض الأنواع القريبة منه أو النحل العالمي الكبير العملاق الذي أيضا يعلق أقراصه الكبيرة أو قرصه الكبير بالمعنى الأصح قرصه الكبير الذي قد يبلغ تسعين إلى واحد متر معلقا على الصخر ولا يقبل الحياة في جو مغلق كالخلية الحديثة التي صممها الإنسان قبل مئتي سنة لنقل بدايتها فهذه الأنواع النحل الصغير الذي يسمى بتسميات كثيرة جدا النحل القزم أبو الطويق كده إلى خريف هناك تسميات كثيرة لأنواع النحل هذه باختلاف البلدان والمناطق في العالم هذا النحل يعمل قرص صغير جدا بمقاس 30 سنتمتر تقريبا ولا يقبل السكنة في داخل الخلايا أو في خلايا مغلقة وجو مغلق لأسباب فيزيولوجية خاصة فيه وفي النحل العملاق اللي هو أبيس دورساتا الذي أيضا لا يقبل السكنة ولذلك لم يستطع الإنسان السيطر عليه وأيضا قد أهمل هذه وتركها للاستخدام الطبيعي ولم تدخل في تربية النحل حقيقة ولو أنها منتشرة بشكل كبير هذه الخلايا البرية أو الطوائف البرية التي تتعلق على الأشجار أو على أرياف الصخور والجبال وبقيت مهنة صيد العسل سارية كما كانت سابقا قبل مئتي سنة إذن هذه تستخدم في صيد العسل وأحيانا بعض النحالين سطاعوا أن يجلبوا هذه بقطع الأغصال وتقريبا من بيوتهم ولكن لم يضعوها في خلايا إنما في جو مفتوح هناك مشاهدات كثيرة في أنحاء العالم هذا وخاصة في المناطق الحارة والدافئة في هذه النواع التي تنتشر فيها وهكذا اقتصرت إدارة الصيادي انتشر صياد العسل من هذه الخلايا البرية وهؤلاء لا نسميهم نحالين أبدا إنما النحال هو الذي يربي النحل الذي يعتني بالنحل والذي يكون لديه حيازة وبالتالي سيكون معتمدا على نحل العسل العالمي ومختلف سلالاته أو السلالات المستحدثة والتي يمكن أن نسميها لاين أو قطوط وراثية جديدة من سلالات مختلفة من نحل العسل العالمي الذي يمكن التحكم فيه بشكل جيد ويتقبل هذا النحل هذا الأمر من الإنسان إذن تلك الأنواع تقريبا أربعة إلى خمسة أنواع من النحل التي لا تقبل الحياة والقريبة من نحل عملاق والنحل الصغير القزم التي لا تقبل السكنة في أجواء مغلقة أو أماكن مغلقة كالخلايا فإذن هذه بقيت في حياتها البرية وبقيت تعيش في الطبيعة في الفجوات في الصخور في الأشجار في الغابات وفي الأماكن التي تحميها لأنها دائما هذه الأنواع وكما كان نحل العسل سابقا قبل أن يأتي به الإنسان ويقوم بتربيته ومحاولة توجيه حياته للمنفع الاقتصادية للإنسان فكانت دائما النحل في هذه الفجوات أولا ليحمي نفسه من ظروف الطقس ثانيا ليحمي نفسه من الأعداء الخارجية وما أكثر وهذه من الإنسان بداية إلى عدد كبير جدا من الحيوانات والحشرات والطلون وغيرها فكان مسكن الطبيعي هو هذه الفجوات التي يختارها بشكل أو بآخر بسعات متنوعة تبعا لهذه الأنواع أو السلالات التي تستوطن هذه الأماكن أما تلك التي تعيش في الوسط الخارجي فهذه تتطلب حماية بسيطة لكن هي لا تدخل في أجواف الفجوات والفتحات في المسمية التجاويف بشكل عام إن كان في الأشجار أو في الجبال أو في المغر المغاور وغيرها إذن فهذه الأنواع لم يتمكن الإنسان لا من تحسينها ولا من بين قوسين تدجينها فالنحل لم يذجن ولم يستأنس أبدا أبدا فلا يمكن أن نقارن النحل استأنسا مثل حيوانات المزرعة عند الإنسان الأبقار حتى القطط وغيرها التي أصبحت مستأنسة من هذه السلالات التي أصبحت لا تستطيع الحياة دون عناية الإنسان فيها فالي أصبحت حيوانات مستأنسة تماما وليست برية كما كان أصلها سابقا وهذا معروف لنأخذ فرضا بعض سلالات القطط المستحدثة تمر من جنبها الفئران ولا تتهتم فيها ولو أن هذا في فطرتها أحيانا لا تستطيع أن تأكل إلا الأكل الذي اعتادت عليه وهو المصنع دائما وقدم لها أي أنواع لهم لا تأكل منها أبدا وهكذا فالنحل دائما الذي سيطر عليه الإنسان من سلالة النحل العالمية سلالة النحل العالمية ونوع النحل العالمي هذا فاستطاع أن يتحكم في حياته وأيضا من أجل أن ينتج أعلى إنتاج ممكن ويفيد منه أعلى فائدة ممكنة في العصر الحالي ولذلك عندما بدأ الإنسان يفكر منذ تقريبا ثلاثة آلاف أربع آلاف سنة تقريبا وعرف أهمية هذا المنتج المهم الذي كان هو العسل أولا ثم ثانيا توجه لاستخدام أيضا بعد عدة آلاف من السنين لاستخدام الشمع ثم البرو بوليس والمنتجات الأخرى أتت لاحقا قبل مئتين سنة تقريبا ومئة سنة كغذاء الملكات وسم النحل وغيره فكانت إذن هي إيجاد الذي تحدى الإنسان في ذلك الوقت هو إيجاد المسكن المناسب ونرى صور عند الفراعنة والكنعانيين في بلادنا في مناطقنا لصور قديمة جدا لتلك الحضارات لخلايا نحل بأشكال متعددة وكما هو معلوم أن مسكن النحل الذي بدأ يوفره الإنسان أولا ليكون سهل النقل ليس تقيلا جدا وقابل للتحريك من مكان إلى آخر في البدايات لم تكن هذه التكنولوجيا الهائلة لدينا الآن من تصنيع أنواع من الخلايا من مواد متعددة عديدة جدا غير الخشب حتى فبدأت المحاولات الأولى باستخدام خلايا طينية التي تسمى الخلية التقليدية الطينية هذه كلها تسمى الخلايا التقليدية التي كانت منتشرة في العالم القديم لدى الإنسان والنحالين وبدأت تتطور تربية النحل تدريجيا واستخدمت جذوع الأشجار مثل جذوع أشجار النخيل والأشجار الأخرى من الخشبية وهكذا أصبح لدينا أنواع من الخلايا التقليدية القديمة كانت من الطين أو من الخشب أو من القش في بعض البلدان أيضا التي تنسج بالقش وسيقال نباتات النجيليات وغيرها مثل السلال وغيره وأيضا الجرار الفخارية التي أيضا كان لها استخدام في كثير من مناطقنا وفي بعض البلدان الأخرى كل هذه الأنماط من الخلايا التقليدية الطينية القديمة الفخارية أو غيرها كلها كانت في السابق محكمة على شكل استوانة أو على مقطع مستطيل أو مقطع مربع إلى حد ما بطول تقريبا واحد متر فأقل وأيضا بارتفاع ضلع بحدود 20 إلى 30 سنتم فهذه كانت تقريبا التصميمات لخلايا من هذا النوع والفخار في السابق كان كما يستخدم الجرار الفخارية والحوابي الفخارية أيضا أصبح تقدم هناك وأصبح تستخدم على شكل صندوق مستطيل الشكل وتدريجيا أحدث له غطاء وتدريجيا تم الانتقال إلى الخشب بعدما انصممت في بعض البلدان الأوروبية أصناء أنواعا وأنماطا وأشكالا من خلايا عديدة لها تسميات كثيرة كانت في فرنسا في سويسرا في ألمانيا في بريطانيا في هذه الدول وفي أمريكا والمهاجرين الذين هاجروا إلى أمريكا من بعض الدول الأوروبية الذين نشط منهم لانجستروت ودادون وغيرها سنتكلم عن هذا ما هي ميزة هذه الخلايا القديمة؟ إذن هي تحقق المزايا المسكن القديم بالحماية من الظروف الجوية وقد تكون أفضل من بعض المساكن التي يختارها النحل بالطبيعة بشكل طبيعي إذن تحميه من الرطوبة من البرد من الحر وتحميه بشكل جيد من الدخلاء والمفترسات بمختلف أنواعها وأيضا أصبحت آمنة لا يستطيع أي إنسان أصبح هناك حيازات أن هذه الخلايا هي ملك الشخص الفلاني للقبيلة الفلانية للمجموعة الفلانية من الناس هي ليست مجال لأن يأتي صياد عسل ويأخذ منها كما يأخذ من الخلايا في البرهري فهذه المزايا تحققت في هذه الخلايا وتحققت ميزة جديدة التي هي إمكانية نقل هذه الخلايا ومعلوم أنه حسب الدراسات الكثيرة في التاريخ أنه في وادي النيل كانت الخلايا تنقل على القوارب وتتتبع الأزهار من أعالي النيل إلى أدنى النيل عندما يصب في البحر الأبلغ المتوسط وبالتالي بدأ الإنسان يتحكم في هذه التربية وتتطور تدريجيا فتحققت أيضا الفائدة الاقتصادية ولكن كنا بحاجة لثورة حالية في تصميم الخلية والتي أتت تقريبا بعام 1800 بدأت بدايات التفكيرات 1830-1840 تقريبا حتى طبعا كان هناك تصميمات لخلايا خشابية بأشكال أنماط متعددة حتى ظهرت خلية لانجستروت في عام 1852-1854 وبدأوا يطورها بشكل جيد لانجستروت في الوقت نفسه كانت خلية دادون وخلية فوارلو أيضا في مناطق بين سويسرا وألمانيا وهذه البقاء نحن هنا لا ندون من أجل التاريخ ومن أجل الضبط إنما من أجل أن نأخذ الفكرة عن هذه المساكن وكيف نشأت ولماذا الإنسان كان يفكر في استخدام خلايا من هذا النوع ما هي الأسباب وما كانت النتائج منها طبعا في الثورة النحالية التي حدثت مع الثورة الصناعية والتقدم التقني في الليجارة والتصميم الأشكال وغيرها من الخشب واستخدام المواد مختلف المواد التي كان يفتقر لها الإنسان القديم مثل المسامير والغراء والمواد اللاصقة هذه كلها أعطت طبعا تقدما هائلا في تصنيع والتفكير في تصنيع مسكن النحل الأنسب وخاصة بعد أن أصبحت النحالة كانت مستقرة المناحل قائمة في أماكنها نادرة ما ترحل أصبحت النحالة المرتحلة في العصر الحديث هي أكثر اقتصادية والعائدية للنحال وترافق هذا أيضا مع الثورة الزراعية الهائلة واحتياج القطاع الزراعي للتأبير وبالتالي انتقال الخلايا إذن لا بد من خلايا بأحجاب معينة مناسبة قوية تتحمل الترحيل والأخذ والعطاء ليس كالخلايا الطينية التي لا يمكن استخدامها هكذا والتي لا يمكن الفتح عليها والكشف عليها فميزة الخلية الحديثة إذن أصبحت أو التي يسمى الخلية ذات الإطارات المتحركة هذا هو اسم الخلية أيًا كان نمطها دادون بوارنو ولانجستروت والغيرهم المصنعة عدة أنماط أيضا في بريطانيا ومحيطها فإذن تحقق هذا الهدف بأنه أصبح النحال يستطيع أن يكشف الخلية ويرى قرصاً قرصاً ما هي الأمور في الخلية إن كان هناك أمراض هناك تحزين هناك فقد للملكة هناك أي شيء يمكن أن يراه بينما كانت الخلايا القديمة هي كرة مصمتة يعني يستطيع أن يرى من أمام الخلية ومن آخر الخلية ويجب حتى يعرف كم هي كمية العسل المخزنة أن يقطع الأقراص فرضاً من الخلف قرصاً قرصاً حتى يصل إلى الحضنة هكذا يستطيع أن يعرف أما لا يستطيع أن يعرف هل فقدت الملكة غير موجودة هل هناك مشكلة في الأقراص هل الأقراص قديمة كل هذه الأمور إذن هنا الخلية الحديثة حققت إمكانية تحكم وسيطرة للنحال في نحلي ومنحله وهنا بدأت البراعة في إدارة المناحل بالشكل الأنسب والأفضل وأصبح هناك أقسام في تربية النحل وتفرعات فيها مثل مناحل متخصصة في تربية الملكات وتحتاج خلاياها الخاصة ونوياتها الخاصة خلايا متخصصة في إنتاج عداء الملكات وأيضا لها هذه الأجزاء والمكونات من خلايا وغيرها وأدوات ومستلزمات وطبعا هذا التطور وخلايا متخصصة فقط في إنتاج العسل المستقرة في مكانها خلايا أخرى جاهزة للترحيل وكل هذا يجب أن يعتمد على مثانة الخلية صلابتها قوتها كخشب أو الخلايا المصنعة من منتجات حديثة مثل أنواع الستيريبور أنواع من البلاستيك الفوم إلى آخره والتي هي بأشكال مختلفة ومتعددة وبحجوم إلى حد ما تحافظ على قياسات الإطار ولكن تأخذ حجوما أخرى أو أشكالا أخرى تبعا للمواد المصنعة منها حتى لا نسترسل كثيرا لأن هذا موضوع واسع جدا جدا نشأت خلايا اللعقل وتطورها ففي كل بلد من البلدان التي بدأت تنشط تربية النحل الحديثة فيها منذ مئتي سنة فأكثر تقريبا فكان هناك تسميات لخلايا مقاسات متعددة بعد أن أصبح الخشب متوفرا ومحلات النجارة جاهزة لتقدم أشكالا وأنماطا وأنواعا من الخشب فصنعت أنواع من الخلايا مثلا لا نريد أن نذكر أسماء كلهم سموها بأسمائهم خلية سميث أو واري التي هي خلية واري في بريطانيا والتي هي مشهورة والتي أخذت من التوب بار هايف يعني الخلية ذات الشرائح العلوية حيث نضع شريحة من الخشب بدل أن يكون إطار شريحة أو سدابة من الخشب إلى جوارها سدابة أخرى وهكذا ويكون طول الخلية هذه التي تكون في الأعلى فرضا 30 سنتمتر طولها الفراغ فيها وفي الأسفل 20 سنتمتر وهكذا تبنى الأقراص في الأعلى عريضة وفي الأسفل أقل عرضا الأقراص هكذا هذه الخلية التي تسمى الخلية ذات الشرائح العلوية أو السدابات العلوية فقط سدابة علوية مثل قمة الإطار فقط هكذا وهذه كانت منتشرة كثيرا في بلدان عديدة وفي قارات هذه في أفريقيا في أوروبا في هذا ومنها طور واري الخلية ذات الطبقات كانت كلها دائما خلايا أفقية أي كان شكلها سابقا وطور واري قبل لانكستروت أو بفترة لانكستروت تقريبا خلية واري هذه وخلايا أخرى أيضا في بريطانيا ومسمى بأسماء الذين ابتكروها ولكن وحدت أخيرا عندما بدأت خلية لانكستروت على قياسات إطار لانكستروت تقريبا كل هذه الخلايا كانت مصنعة من الخشب قبل أن تأتي ثورة استخدام المركبات والمواد المنتجة من منتجات النفطية فكانت كلها من الخشب في الوقت المعاصر أو بعد لانكستروت 1951 لانكستروت بالضبط نشر عن خليته وابتكاره وكانت هذه الخلية مستند قياساتها إلى ما يسمى بالمسافة النحلية إذا اكتشفت المسافة النحلية للسلالة السطندر الأوروبية التي كانت ثمانية بالعشرة مليمتر وهي المسافة التي تعرف المسافة النحلية أو بي سبيس التي تسمى المسافة التي تسمح لنحلتين بالمرور في مكان ضيق دون احتكاك فكانت ثمانية بالعشرة سنتيمتر أو ثمانية مليمتر وهذه المسافة النحلية التي تسمح لنحلتين بالمرور وهكذا أصبح تشكيل الإطارات المتحركة في خلية النحل لانكستروت خلية حتى واري بعد منها صار تعديلات عليها وخلايا أخرى كما قلنا بأسماء مختلفة إن كان في آسيا في بعض البلدان في الصين في الهند وغيرها من البلدان الأخرى الكثيرة جدا في شرق آسيا وأيضا في أوروبا وفي أمريكا فكانت هذه إذن الاكتشاف المسافة النحلية هو الذي مكن من تصنيع الخلية الحديثة والإطارات المتحركة فيها وهذه كانت الثورة الكبرى في تربية النحل وإنتاج الخلايا بأعداد وافرة جدا قبل أن تصنع خلايا وينقل الإنسان النحل من الطبيعة ومن الكهوف والأجواف التي كانت لا تسمى خلية نحل قبل ذلك قبل أن يصنع الإنسان مسكن جديد للنحل كان اسمها أعشاش مثل أعشاش النمل والدبابير هذه فكانوا يسمونها أعشاش يعني علميا نسميها أعشاش النحل في الطبيعة أما عندما أصبحت هناك أداة يوضع فيها النحل فأصبحت تسمى خلية النحل من هنا أيضا لم يكن هناك اسم لمنحل مكان نحل والذي يسمونه بالإنجليزي أبييري أو بي يارد أو منحل نحن نسميه مكان المنحل فأصبح طالما لدينا خلايا فأصبح كلمة جديدة أيضا مشتقة في اللغة وهي المنحل وهو المكان الذي يكون فيه خلايا النحل طيب حتى نذهب للاختصار تماما طيب ما هي المواد التي صنعت منها هذه الكلايا المصنعة بعبقرية بعد انكتشاف المسافة النحلية ومن المواد طبعا سابقا الخشب فقط كانت تصنع صنعت بعض منها في زجاج أيضا مثل خلايا الرصد وغيرها وطبعا ليست للنقل هذه خلايا هذه للتدريب والتعليم وصنعت بعض المقاسات المتعددة نوية ذات خمسة أقراص خلية ذات عشرة أقراص خلية دادانت ذات ثمان أقراص أو لانجستروت ثمانية أقراص أو كارت دادانت الستندر التي عملت فيها في فرنسا وخلية دادانت خلية ممتازة جدا عمق الإطار ثلاثين سنتمتر تقريبا مقارنة بعمق الإطار عشرين أو أربعة وعشرين سنتمتر في خلية لانجستروت وهي خلية دادانت أو دادانت دادانت هو فرنسي ارتحل أو هاجر إلى أمريكا في 1863 وكان عمره تقريبا خمسة أربعين ستة أربعين سنة وعندها بدأ تربية النحل هناك وتقريبا اعتمد عدة أنواع من الخلايا السابقة من خلية لانجستروت ثم بعدها طور خلية دادانت المشهورة جدا في فرنسا وألمانيا وسويسرا وبعض البلدان الأخرى وحتى في بعض بلدان المغرب العربي كانت تستخدم هذه في تونس وبعض المناطق أخرى لكن المناطق الدافئة تفضل استخدام خلية لانجستروت وأنا أفضل استخدام خلية لانجستروت في المناطق الدافئة ولكن خلايا دادانت في المناطق الباردة لأنك ممكن أن تشتي على طبقة واحدة أو طابق واحد أو بيت تربية واحد ويكون كثافة النحل أكثر وعدده أكثر بسبب عمق الإطار الأكثر تقريبا بنحو حجم الخلية يزيد بنحو الثلث عن خلية لانجستروت بعد الصناعات الحديثة جدا وتطور صناعة البلاستيك ومركبات بيترولية أخرى اللي منها الفلين والفوم وأنواع منها شديدة الكثافة بضغط عالي تصنع هذه وتصبح مقاومة إلى حد ما تماماً وصنعوا هذه الخلايا من هذه المركبات التي منشأها الزوية المعدنية والبترول هذه المركبات حتى صنعة من البلاستيك إطار كامل خلية كاملة من البلاستيك طبعاً وفيها عوازل وهذه وأيضاً صنعة شمع أساس بلاستيك إذن صار في عندي إطار بلاستيك خلية بلاستيك شمع أساس بلاستيك خلية من الفوم وداخلها إطارات من البلاستيك أو غيره إذن والخلايا الخشبية التي عموماً تكون سماكة الخشب في الخلية بحدود واحد إنش أو اثنين ونصف سنتيمتر وبعض البلدان تصنعوا ثلاثة سنتيمتر في المراطق الباردة جداً تصنيع الخلايا هذه من الفلين أو الفوم المضغوطة جداً والتي قد تخدم عدد من السنوات لكنها ليست صالحة تماماً للنحالة المرتحلة وأيضاً من الناحية الغذائية حتى نقول الآن أن الخلية الخشبية هي أفضل كما أسكن للنحل مقاومة أكثر بالنسبة للترحيل وأيضاً من الناحية الغذائية والصحية أن يكون الإطار خشب شمع الأساس خشب شمع الأساس عفواً شمع الأساس شمع نحل نظامي وأيضاً كل شيء نظامي داخل الخلية من الخشب وبالتالي لا يكون هناك فوم أو فلين أو بلاستيك أو مواد مصنعة بشكل أو بآخر غير مناسبة السبب أن البلاستيك والفوم وهذه مراكبات مترولية تحرر جزيئات في الهواء وبملامسة النحل لها وتنتقل هذه المواد البلاستيكية إلى الشمع تنتقل أيضاً إلى العسل وتكون جزيئات وهذه الجزيئات قد تسبب السراطانات ومشاكل كثيرة غير محسوسة غير مدروسة بشكل دقيق على الصحة لأن هذا يحتاج بحوث ودراسات هائلة جداً هناك بحوث هائلة جداً تمت على أنماط الخلايا وأنواع القلايا قبل أن يهتم حالياً في العصر الحالي لا يهتمون بهذا لأن لدى الباحثين في علوم علم النحل بشكل أساسي تحديات كبيرة جداً في موضوع تأصيل سلالات ترتيبها للسلالات الدراسات الجزيئية للمورفات هذه الأمور التي أصبح الاهتمام فيها مقاومة النحل للمبيدات مقاومة النحل للأمراض هذه أخذت وقتاً كبيراً جداً من النحالين وتأخذ بها سنة تبقى تأخذ وقت طويل من الباحثين من أجل أن يصلوا إلى نتائج مرجوة في مساعدة تربية النحل في العالم المتقدم وكثيراً ما يسألني الأخوة النحالون وغير النحالين أيضاً عن الخلية السيالة المستنع الجديد التي يمكن أن تعصر بحركة بساعد خارجي الأقراص الموجودة في الأقراص قرصاً قرصاً في داخل العاسلة فوق حاجز مالكات في هذه الخلية المزاعدة هذه خلية جيدة لكن إطارات هذه كلها من الكوتشوك الداخلية والأنواع من البلاستيك المرن وهذه أنا لا أفضل استخدامها من ناحية الصحية لكنها هي حقيقة هي ابتكار عبقري جيد جداً لهذا الشخص الذي طورها لا أعرف بالضبط إن كان هو من نيوزيلندا أو أستراليا أو من أي دولة أوروبية قرأت عنه مرة وعن مغامراته في التصنيع هو والده أيضاً هذه الخلية لا تصلح في النحالة الاحترافية يعني هذه النحالين هوات والنحالين يعني المحبين النحل بشكل أساسي الذين يحبون أن يضعوا خلية في البلكون لديهم على السطح أو في مكان ما في البيت وبملخص إجمالي بسيط أعطي رأيي أنا لا أحبد أبداً استخدام المواد البلاستيكية في تصنيع الخلايا أو أجزائها أو أن تكون بديلاً لشمع أساس النحل المصنع من شمع النحل الطبيعي ولا الإطارات أيضاً أن تكون من البلاستيك أو غيره ولا جسم الخلية أن يكون من الفوم أو المركبات الأخرى المستنتجة والمفبركة من تحويرات المواد النفطية بأي حال من الأحوال لأنه تبين علمياً وبتحليل دم الإنسان ودم عدد من الحيوانات وجود هذه الأذرات والجزيئات من البلاستيك في دم الإنسان والتي تؤثر في صحته وتزيد طبعاً هي في النانو جرام قد يتساءل بعض أنه ما أهمية هذا هذه المشكلة لكن إذا نظرنا إلى هذا العصر وكيفية تكوين وتركيب المركبات العديدة في العالم وأدوات التعبئة من علب صغيرة وقناني وأيضاً عبوات صغيرة تملأ فيها الأدوية وغيرها كلها من البلاستيك سيقولون لك هذا بلاستيك غذائي يعني لا يضر طبعاً هذا بلاستيك غذائي بمقصود أنه لا يعطي الرائحة التي يعطيها البلاستيك العادي المستخدم في الصناعات والأوعية لكن هذا البلاستيك يحرر جزيئات أيضاً مع هذه الأدوية والسوائل والأغذية فأنا لا أنصح أبداً باستخدام والذي يستخدم كثيراً من الشركات التي تبيع العسل المصنع بشكل أساسي استخدام العبوات البلاستيكية أبداً في تعبئة منتجات النحل أو استخدام أي خلايا أخرى غير الخشب في مساكن وخلايا النحل تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما وصيتي الأخيرة في هذا الموضوع أن نستخدم الخلايا الخشبية بالمواصفات الصحيحة والدقيقة وبالعرض المناسب للخشب تبعاً للمنطقة التي نكون فيها باردة أو دافئة أو حارة فنستخدم الخشب المناسب دائماً الإطارات شمع الأساس النحلي بالضبط ونستخدم كل الأدوات بعيداً من البلاستيك حتى عندما نستخدم أدوات حفظ العصال وغيره أن تستخدم دائماً من ستاليس ستيل كلها ليس من الألمينيوم ولا من الحديد ولا من غيره وأيضاً العبوات أن لا تكون عبوات بلاستيك علماً أنها دارج كثير جداً أن يعبع العصال بعبوات من البلاستيك لكن أفضل دائماً أن يعبع العصال ويبع للمستهلك بالعبوات الزجاجية أضمن للصحة وأفضل إذن الخلايا الخشبية هي من الناحية من ناحية حياة النحل أفضل لها من وجود أي مواد بلاستيكية في المسكن أو المسكن أن يكون من البلاستيك أو من الفوم أو منتجات البترولية المصنعة المحورة أكثر أمان لصحة النحال أكثر ديناميكية وعملية وسرعة تحرك الخلايا الخشبية وتداول حتى لو أنه في النحال الحديثة التحميل على طبليات على قواعد من الخشب وتتم عبر روافع هيدروليكية وغير من هذا لكن تبقى أي قلب لأي خلية من الفوم أو البلاستيك سيكسرها ويسبب مشكلة في المناحة وأيضا أخيرا مستهلك العسل يجب أن يأخذ مادة ممتازة نظيفة من أي تلوث إن كان تلوث مبيدات نستخدمها داخل قلية والتي يجب أن تستبعد أبدا في مكافحة الطفليات الضروة وغيره أو في معالجة الأمراض نستبعد هذه الصادات الحيوية أيضا والتي لا تفيد بصراحة في تربية نحل لأنما دائما الاهتمام والاستخدام الأمثل للمواد الطبيعية في المكافحة في المعالجة في مدارات النحل والوقاية باستمرار تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة أخيرة وإضافة أننا نحن الآن في عصر ثورة تصنيع المشتقات البترولية بأشكال كثيرة ومركبات عديدة منها ألبست الإنسان التي يلبسها وأيضا التجهيزات المنزلية وغيره والعبوات البلاستيكية وأكياس النايلون التي لا يخلو براد منها ولا مطبخ ولا غيره هذه كلها ملوثة مضرة في البيئة بالشكل كبير جدا وأيضا النحالون الذين يستخدمون هذه العبوات يجب أن تنتهي استخدامهم لهذه العبوات هذه نصيحتي وقد أقبل الدول وأيضا أقبل النحالون في الدول الباردة والباردة جدا على استقبال خلايا الاستيريبور والفوم لسبب أن هذه تكون ميزتها الوحيدة أو إحدى ميزاتها أنها لا تحتاج إلى تغليف في الشتاء وبالتالي توفر على النحال جهد عمل وأيضا نفقات توفر في النفقات لذلك يستخدمون ولو أن عمرها مقارنة بالخشب الذي اعتنى به قصير إلى حد ما أما في المناطق الحرة فلا تصلح هذه أبدا لأنها مهما غلفت من الداخل بمواد قلول لك لا تحرر أي شيء للداخل هواء الخلية وغيرها أنها لا يستنشق هذه المركبات وهذه الجزائيات المتحررة بسبب الحرارة الداخلية في الخلية والحر في الخارج أيضا لذلك لا أنصح باستخدامها أبدا هذه طريقة تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته